مساء الخير شباب، اليوم جبنا لكم برنامج أكثر من رائع لتسجيل سطح المكتب أو لتصوير سطح المكتب برامج تسجيل سطح المكتب كثيرة ومتنوعة ولكن البرنامج اللي بين إيدينا كثير مميز وأكثر من رائع وهو برنامج خاص لتسجيل الشروحات على الكمبيوتر نعم أصدقائي الأساتذة والمدرسين اللي عم يقدموا دروس على اليوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي رح يكون هذا البرنامج مفيد كثير الهون رح ننتقل لجهاز الكمبيوتر ونطفي الكاميرا شوي لحتى تكون الشاشة واضحة بالنسبة لكم كلياتكم ونتابع الشرح عن هذا البرنامج البرنامج اللي بين إيدي اسمه Move AVI Screen Recorder الإصدار الخاص فيه 22 طبعا البرنامج خفيف وما بياخد كثير من موارد الجهاز وحتى حجمه صغير وطبعا يا شباب للحصول على البرنامج منكتب بجوجل Move AVI Screen Recorder بجوجل ومناخد أول نتيجة بحث ومننتقل للموقع الخاص بالبرنامج ومنحمله بشكل مجاني طبعا الشكل المجاني الخاص بالبرنامج أكيد في بعض المميزات رح تكون معطلة فيه بإمكانك شراء البرنامج لتاخد المميزات الكاملة فيه وبعد ما حملنا البرنامج وثبتنا منقوم بتشغيله بيشتغل البرنامج معي على الشكل التالي وبتطلع لي هالنافذة العائمة بهذا المكان طبعا بإمكاني أخذها لأي مكان عندي هون على سطح المكتب حطها هون هون تمام بأي مكان بناسبك فيك تحط هاي النافذة إضافة بإمكانك تخفيها عن طريق هاد السهم فيها عدة خيارات رح نتحدث عنهم بشكل سريع إشارة الـ X هي بتسكر البرنامج كليا ولكن بينتيل عندك لالنافذة الموجودة عندي تحت بجوار الساعة بهذا المكان طبعا بتضغط عليه مرة ثانية بترجع وتطلع النافذة عندي المسنن هاد خاص بالإعدادات عندي صورة الكاميرا هي لأخذ لقطة للشاشة لقطة سريعة وبإمكاني التعديل عليها لهذه الصورة عندي صورة الكاميرا هي لتسجيل فيديو لسطح المكتب وهلأ كذلك الأمر رح نشرح عليه عندي آخر شيء الميغريفون اللي فيه يسجل صوت فقط بدون أي صورة أو أي شيء آخر فقط تسجيل صوتي كذلك الأمر عندي مثل سهم صغير جدا هون بضغط عليه بيقوم بيعطيني كذلك الأمر فيك تضيف بهذا المكان صورة فيديو فمثلا إذا استخدمت السلكت بيعطيني صورة الويب كام إذا حابب سجل صورة فيديو فقط عن طريق الكاميرا أو كاميرا الويب كام اللي موجودة عندي وهلأ بنتقل للإعدادات لأشرح عنها بشكل سريع وقبل ما بلش شرح عن الإعدادات يا شباب بتمنى منكم تسجيل إعجاب بهذا الفيديو لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا أول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية إعدادات البرنامج اللي بين إيدي بسيطة وسهلة جدا بالبداية اللغة ما عندي اللغة العربية للأسف فقط الإنجليزية وباقي اللغات العالمية عندي الخيار الأول هو تعطيل العد التنازلي أثناء تسجيل الفيديو يعني لما بضغط تسجيل الفيديو فيه 3 2 1 فين يعطل هذا الخيار من هذا المكان الخيار اللي بعد منه الهيد ريكوردينج بنال اللي هو إخفاء لوحة التسجيل تمام هي اللوحة وفي عندي لوحة إضافية رح تظهر بهذا المكان بعد شوي من ورجيكم ياها فيك تخفيها أثناء تسجيل الفيديو عندي الخيار اللي بعد منه هو تعطيل وميض الإطار أثناء التسجيل أو أثناء لقطة الشاشة عندي خيار Allow Window Paint Selection اللي هو اختيار الجزء اللي بدي سجله أو أعمله record على الشاشة تمام؟ طبعا هذا الخيار هلأ بيظهر معنا أثناء تسجيل الشاشة وعندي خيار التقاط تيارات أو صور منفصلة صراحة ما جربته لهذا الخيار لأعرف شو التفصيلة الخاصة فيه عندي الخيار الأخير تسجيل أصوات الإشعارات أثناء التسجيل يعني إجاني إشعار داخل الويندوز أو على الواتس أب أو ما إلى هناك ضمن الويندوز أو ضمن التسجيل بيسجل هذا الصوت عندي خيار المور بهذا المكان بضغط عليه الخيار الأول تشغيل البرنامج تلقائيا عند تسجيل الدخول للويندوز أو إقلاع الكمبيوتر باقي الخيارات صراحة ما لك شغل فيها نهائيا إلا خيار Automatic Check for Update كل ما إجاء Update جديد للبرنامج يعمل تحديث من تلقاء نفسه إذا بتحب حط هذا الخيار بحالة Enable بنتقل عند خيار Files الملفات مكان حفظ الفيديو اللي أنت بتعمل له تسجيل أو الصورة اللي عبت تلقطها على سطح المكتب عندي خيار Delete Original Recording After Export يعني بعد ما بتعمل إخراج للملف أو الفيديو اللي أنت بتصوره بيحتف الملف الأساسي الملف الأساسي اللي هو بيكون عم يسجله بالتيمب وطبعا أكيد هذا الخيار خليه بحالة Enable بهذا الوضع لحتى ما يصير في عندك حجومات على سطح المكتب وبالتيمب كتير كبيرة بسبب التسجيل إذن هذا الخيار لازم يكون مفعل بهذا الوضع صيغة ملفات الصورة عم بالتقطة أكيد رح خليها بحالة الجي بي جي أو البي انجي أو البي انبي أنت اللي بي ناسبك أنا باستخدام الجي بي جي وأكيد بحط الكواليتي تبعها 100% عندي خيار الهوت كيز اللي هو الأزرار الحارة أو الأزرار السريعة يعني زر التسجيل المباشر F10 Alt و F10 لتسجيل الصوت وما إلى هناك طبعا هدول الخيارات فيك تعدل الأزرار الخاصة فيهم على الكيبورد بالشكل اللي بي ناسبك وأخيرا عندي Restore أو Reset to Default إذا عدلت أي أزرار وحبت ترجع الأزرار الافتراضية للبرنامج عن طريق هذا الزر وعندي أخيراً Disable Keyboard Shortcuts فيك تعطل جميع الاختصارات عن طريق تفعيل هذا المكان عندي تبويب الفيديو اللي بداخله لفريم ريت وأكيد أنا بختار لـ 30 فريم في ناس تختار الـ 25 فريم هذا الشي بيرجع الهون أما بالنسبة لمعالجة الفيديو يفضل أنك تخلي هذا الخيار بحالة Super Speed كذلك الأمر اختيار كرت الشاشة الموجود عندك على جهاز الكمبيوتر حالياً أنا عندي ما في ولا كرت شاشة من شركة Nvidia و AMD لذلك هنانا معطلين عندي فقط الكرت المدمج على اللوحة الـ Intel وأنا أحطه بحالة الـ Enable طبعاً لأأخذ أداء أكبر وأداء على أثناء التسجيل تبويب الأوديو بيعطيني الكواليتي الخاصة بتسجيل الصوت طبعاً أكيد أنا أخليها ستيريو 16 بيت 44.1 كيلو هيرتز وهذا الأفضل وعندي الخيار اللي تحتل منه هو إزالة الضجيج من الميغريفون أثناء التسجيل ما بنصح بوضعه لأنه أحياناً بيجتزئ بعض الأحرف أثناء تسجيلك لذلك خليه على ما هي وفيك تعالج الصوت لاحقاً عن طريق برنامج الـ Audiation وعندي تبويب الـ Webcam مثل ما لكم شايفين طلعت صورتي على الكاميرا فيني أختار الدقة الخاصة بالكاميرا وفيني كذلك الأمر أختار فريم ريت اللي هو 30 فريم طبعاً هذا الشيء كذلك الأمر فيك تعدله بشكل يدوي وفيني اختار الدقة الخاصة بالكاميرا من هذا المكان طبعاً أنا مختار أعلى دقة والـ Frame rate الخاص فيها هو 30 فريم ومن هذا المكانってني اختار مربع الكاميرا إما بشكل مستطيل أو بشكل دائري طبعاً هذا الشيء بيرجع لك وآخيراً عندي مشاهدة الكاميرا أثناء التسجيل يعني بتظل صورتي الكاميرا ظاهرة بهذا المكان أثناء التسجيل وبتشاهد نفسك أثناء التسجيل وتحت الصورة الخاصة فيك في عندي Sitting بهذا المكان فيك تعدل الألوان والإضاءة الخاصة بالكاميرا يلي عندك عندي خيار الـ Effects وهو خاص بالماوس مثل ما أنا شايفين عندي هون Show Sensor On Recorder يعني أرجيني المؤشر الخاص بالماوس أثناء التسجيل كذلك الأمر بالإمكان وضع الظل تحت الماوس بحيث أنه يكون الهلون خاص وكذلك الأمر شفافية خاصة إضافة لتفعيل الزر اليميني والزر اليساري بألوان معينة أثناء الضغط على سطح المكتب وحتى فيك تسجل ضغطات الماوس كصوت يعني تك تك فيك تسجلهم بتفعيل هذا الخيار وأكيد ما ننسى زر الـ Receipt اللي بيرجع كل شي للوضوع الافتراضي وحتى ضغطات الكيبورد بإمكانك تفعل الأصوات الخاصة فيها بحيث كل ضغطة يطلع صوتها أثناء التسجيل وما قبل الأخير هو خيار جدولة التسجيل الوضع الافتراضي له أكيد أنه ما في جدولة للتسجيل أما وضع الجدولة بيكون على الشكل التالي فيني من هذا المكان سمي التسجيل اللي عندي وتاريخ التسجيل إمتى بدي يسجل بعد بكرة بعد ثلاثة يام بعد أسبوع وما إلى هنالك طبعا أكيد الجهاز رح يكون بحالة العمل بالوقت الفلاني وينتهي بالوقت الفلاني ومدة زمنية معينة كذلك الأمر فيني اختار الشاشة بشكل كامل أو اختار جزئية من الشاشة فمثلا بدي يسجل هذا المكان فقط وأكيد بعد التسجيل في عندي خيار ممكن اتخذه اللي هو يعمل الجهاز سليب أو إيقاف التشغيل وبعد ما انتهت من تجهيز الإعبادات بعمل create وبالتالي أنا بكون حطيت جدولة لموضوع معين للتسجيل عندي إياه وأخيرا عندي sharing اللي هو المشاركة على اليوتيوب أو على الجوجل درايف طبعا أكيد بدك تسجل إيميلك وتدخل إيميلك بهذا المكان وهلأ مننتقل يا شباب لأهم نقطة بهذا الفيديو ويلي هي تجريب البرنامج والشرح عليه بشكل مباشر طبعا مثل ما لكم شايفين أنا انتقلت لكاميرا خارجية لإني ما بقدر شغل برنامجين لتسجيل سطح المكتب بآن واحد إذن شباب مثل ما ذكرنا عندي صورة الكاميرا هي لالتقاط لقطة للشاشة بضغط عليها بيقلي وين هو المكان اللي بدك تسجل هل هو الكامل صورة أم هو جزئية معينة طبعا بتضغط على الماوس بيختار الجزئية الخاصة وفيني اضغط على زر المصدر بالتالي بياخد الصورة كاملة وفيني من الضغط على الزاوية حدد المكان يلي بدي سجله طبعا مثل ما انا شايفين بمجرد الإفلات فلت معي بهذا المكان إذن هلأ أنا حاليا عب سجل هذا المكان وعطاني كذلك الأمر الريزليوشن الخاص بالشاشة من هذا المكان فيني اكتب كتابة معينة على الشاشة طبعا أكيد بالألوان وبالفونتة اللي بديها عن طريق هذا السهم فيني حط اسهم مثل ما انا شايفينه أكيد بألوان معينة بالإضافة فيني غير اللون مثلا واختار الأدات هاي لإضافة أعمدة بالإضافة عندي هاي الفرشات لحتى أعلم على شيء معين وظل له بهذا الشكل وفيني عن طريق هاي الأدات ارسم مربعات مثل ما انا شايفين أو دوائر الموضوع بيرجع لك وأكيد عن طريق الماوس فيني اختار أحد الأدوات اللي أنا وضعتها بهذا المكان وارجع على الديل عليها وبهي الأدات فيني عن طريقها زيد حجم العنصر وبعد ما انتهيت من التعديل على الصورة بشكل عام عن طريق زر السيف فيني اضغط عليه ويحفظ ليها للصورة طبعا أنا محدد له الحفاظ على سطح المكتب طبعا رح نشوفها للصورة هاي هي الصورة موجودة عندي اياها على سطح المكتب بهذا المكان ومثل ما انا شايفين هاي جميع التعديلات اللي ساويناها على الصورة وهلأ مننتقل للأداة الأهم بالبرنامج اللي هي تسجيل سطح المكتب والأدوات اللي موجودة فيها بمجرد الضغط عليها بيعطيني هذا الخيار اللي وين بدك تسجل انت على سطح المكتب أنا صراحة بضغط زر المصطرة بهذا الشكل وبختار سطح المكتب بالكامل منلاحظ أنه الأدوات ظهرت عندي بهذا المكان طبعا أكيد الفيديو الخاص فيني ظهر بهذا المكان مثل ما انا شايفين طبعا فيني عدل الحجم الخاص فيه بشكل صغير أو بشكل كبير أو شكل متوسط ومن هذا الشريط فيني إلغي بعض الأشياء فمثلا أنا ما بدي سجل صوت ما بدي سجل فيديو بضغط على الكاميرا مثلا وبيلغي وجود الكاميرا من على سطح المكتب نهائيا أنا لسا ما سجلت الفيديو لسطح المكتب بنوب أنا لسا هلأ حاليا عبعدل الإعدادات قبل التسجيل من هالقائمة الموجودة عندي هون فيني اختار شكل الماوس وكذلك الأمر ضغطات الكيبورد اللي ذكرناها أثناء شرح الإعدادات من هذا المكان مثل ما ذكرنا سابقا فيني عطل الماكريفون أو عطل أصوات النظام بشكل عام وهلأ منضغط على الزر الأحمر الخاص بالريكورد لنبلش تسجيل بيطلع لي العداد اللي شفتوه قبل شوي اللي هو عداد العد التلقائي لبداية التسجيل 3, 2, 1 حاليا عبيتسجل سطح المكتب في عندي عدة أدوات هون مثل ما أنا شايفين فمثلا فيني التقط صورة لسطح المكتب أثناء تسجيل الفيديو عن طريق صورة الكاميرا كذلك الأمر ما ننسى زر الـ X وزر الباوس وزر الـ Stop الخاصين بتسجيل الفيديو ومن الأزرار المهمة هو زر القلم اللي بين إيدي هون وفي ملاحظة مهمة جدا وميزة أكثر من رائعة بهذا البرنامج شايفين هدول الأزرار كلياتهم؟ هدول أثناء التسجيل ما بيطلعوا ضمن الفيديو يعني المشاهد ما حيشوف هدول الأزرار نهائيا فمثلا أنا أثناء الشرح بضغط على زر القلم اللي بين إيدي هون وبختار اللون الأحمر مثلا تمام وأنا وعن بشرح برسم دائرة حوالي شي عنصر معين وبحكي للطلاب أنه هذا العنصر بيساوي كذا والشرح على المجلد الفلاني بيعمل كذا وما إلى هنالك وطبعا أكيد هاي العناصر كلياتها بتتلاشى مع الوقت يعني منلاحظ أنا هلأ وأنا عم برسم منلاحظ بعد شوي هدول العناصر تلاشت من تلقاء نفسها واختفت من على الشاشة وأكيد فيني اختار الألوان وكذلك الأمر حجم الرسم اللي أنا عم برسمه شيء أكثر من رائع ومميز جدا للأساتدة والمدرسين اللي عم بيعملوا شروحات على الكمبيوتر أو برامج معينة على جهاز الكمبيوتر وطبعا أكيد في عندي عداد هون ظاهر بهذا المكان عم يعدلي قديش أنا استغرقت من تسجيل الفيديو وطبعا أثناء التسجيل فيني عن طريق هذا المسنن فعل خيار إخفاء الضجيج اللي عم بيطلع بالماكريفون وبعد ما انتهيت من التسجيل بضغط زر الستوب بيعطيني هالشاشة هاي اللي عم يقولي وين بدي أحفظ مكان التسجيل بالإضافة لبعض الأدوات الخاصة بتقطيع الفيديو مثل ما انه شايفين طبعا انت فيك بتتعرف عليها بشكل سريع أنا صراحة بستخدم برنامج مونتاج لهذا الشي وأخيرا بضغط على اكسبورت أو التخريج بيعطيني هاللوحة هاي اللي فيها اسم المشروع اللي أنا خرجته بدقة أو بلاحقة الـ MP4 مكان حفظ الفيديو مثل ما انه شايفين على سطح المكتب وكذلك الأمر فيني اختار الفورمات أو ما يسمى باللاحقة اللي بدي أحفظ فيها الفيديو أنا بفضل أكيد الـ MP4 ومن هذا المكان بفعل خيار السوبر سبيد لحتى ياخد أعلى جودة لتصوير الفيديو من على سطح المكتب وما يكون فيها لاق أو تقطيش وقبل الوصول لزر السيف أو الحفظ في عندي الـ Advanced أو المتقدم داخل زر المتقدم فيني يعدل بإياسات الفيديو وكذلك الأمر بالـ FPS مثل ما انه شايفين أنا طبعا كله حاطة أوتو كذلك الأمر بالـ Rate وما إلى هناك والشنل الخاصة بالصوت ستيريو مونو 5.1 وما إلى هناك من هالخيارات هاي بضغط على زر السيف لحتى يسيف لي المشروع على سطح المكتب بيعطيني هالرسالة هاي إنه تم الحفظ بنجاح بغلق كل النوافذ اللي قدامي متل ما انه شايفين صار عندي الفيديو هون موجود على سطح المكتب بشغل الفيديو طبعا متل ما اننا ملاحظين الشريط المهام أو شريط الأدوات اللي كان ظاهر بهذا المكان منلاحظ أنه أثناء التسجيل ولما خرجنا الفيديو ما له موجود نهائيا شايفين ما أحلى البرنامج؟ وهلأ كتمت الصوت لحتى نتابع الفيديو بشكل عام بدون ضجيج متل ما اننا شايفين هدول الرسومات اللي رسمناهون قبل شوي على الفيديو طبعا منلاحظ برجع بأكد أنه شريط الأدوات ما له ظاهر قدامي وبنهاية الفيديو يا شباب بحب الكون شكرا لمتابعتكن وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية